طرف الناس وراء على سوشيل ميديا حسب ما قريت وعرفت أنه أنت لأ في قلتي أنا مش هطلع أتكلم عن سعر جزمتي ولا عن سعر الفستان ولا سعر الشنطة ليه؟ ملا أنه أصلا يعني أنا مش شايفة لها معنى في حد بيطلع بيقول سعر الشنطة دي مثلا بـ 3000 دولار بيتكلموا كده ولا بيعرضوا هدومون إيه بس أنا لش بدي عمل دعاية للشنطة ولا للسكربينة اللي لبستها ولا للفستان اللي لبسته إذا شي حلو ممكن يكون بالدولار ويعجب الناس لش بدي إلهم بالدولار ولش بدي إلهم بالدولار ولو بمية بدي إلهم بمية إنه في خصوصا هلا بيتلتش حد بالموضوع ده؟ لا مش موضوع بيتلتش حد يعني ما هو بدي إليك شغلي إنه إنه هني كانوا كل آياتهم عم بيجوا يحكوا الموضوع لما حكيوا عني إنه ياسمين صبري عم تطلع السوشال ميديا ترندينج وما بعري بشوف كل شي وكل شوي مش هيدا هو الفن الترندينج إنه إطلع لابس ركبة تيارة خاصة أو لابسة سينيين كل عمرنا منلبو السينيات وبحياتنا ما كانت طيب فين نقلك حاجة كتير ناس قالوا إنه هذا التصريح وكأنه أنت غيراني من ياسمين بالعكس بالعكس أنا على فكرة أنا كتير بحبك أشخصية إنه قال إنه لأنه معها فلوس أكتر مثلا لأنه تلبو صحي أنا طبعي بحيتي ممكن أنت تربيين بتعرفي بحيات المصاري أنا بتعمل الفلوس ما بتعملش بني قدمين البني قدمين هي اللي بتعمل الفلوس إيه اللي مدايق لك في الموضوع ده؟ أنا أصلا إحنا بجد فيه ناس مش هيتأكل والأيام دي بالذات المرحلة الوضع الاقتصادي في الوطن العربي كله مش بس مصر أو لبنان يعني أنا شمتكلم عن وضع في لبنان بس والمقسات اللي إحنا فيها لا أنا بتكلم عن الوطن العربي كله أوكي فيه ناس معها فلوس كتير بس فيه ناس كمان مش يعني وعيش حوالينا وبتشتغل معنا يعني فيه ناس بتشتغل معايا أنا فعلا فيه عندهم ناس مش لقيت أكل لولا إنه أنا بشتغل عشان هم يشتغل طيب يعملوا إيه يعني؟ يعني خارجة مسافرة صهرانة بس لبسي بتعمل إيه؟ لازم لازم لأ أنا صهرانة أوكي بتصور مع الناس بتصور بس مش مش كل نفس باخده بتصور بتصور بوري الناس أنا اللي أبساء إيه وعمل إيه وإيه لأ أفور الأفورة وحشة بجد يعني أنا أنا شايفة إنه الأفور وحش مش حالو يمكن أنا كمان ضعيفة في السوشال ميديا ومعملش ده كمان بس مش عشان أنا وبعملش ده فأنا خالص مش موضوع غيرة خالص لأن أنا لو عايزة عمل ده أممكن أعمله أنا شايفة مش حل ممكن ناس تبص للموضوع من ناحية تانية إنه ست حلوة وبتتصور ومتلى مثل نجوم تانيين أو حتى مثل نجوم تانيين بالوطن العربي حتى النجوم مش كل نفس أنت دايق إنه صورها وراء بعض وراء بعض لأ أنا هم بيسألوني السؤال عشان كده كان الرد كده لأ حرام يعني عشان مفيش حاجة تتعامل فبتسلة عشان مفيش تمثيل أنا بنزل صور يعني بس هي بصراحة يعني نجحة في الموضوع بأي موضوع إنها تريندينج على السوشال ميديا على طول عتمثيل؟ لا مش عقباكي؟ أنا ما بشوفش ياسمين صبري ومثلة شاطرة أنا بشوفها موضل وطوب موضل ملكة جمال نومبر ون تريندينج على السوشال ميديا نومبر ون بس أنا بشوف مثلا إنه إذا كاثنين هم بيتنفسوا دينا الشربيني بسألة دينا شابو ممثلة رائعة دينا فعلا ممثلة رائعة ممثلة تعمل كل اللي بتعمله بس ممثلة مع كل الأدوار اللي لعبتهم ياسمين ما اقتنعتك؟ نعم هيا الدنيا أزواء كما بالممثلة كيف فيه ناس بتحب يا سمين ما تحبني لقلي أنا طبيعي طب هي بطلة إزاي؟ بس أنا؟ طب هي بطلة إزاي؟ بطلة لأ إزاي؟ لأ ما تقوليش بطلة إزاي لأنه إحنا دلاتي ما بقاش فيه مقياس للبطولة يعني إيه؟ يعني مش ضروري تكون ممثلة شاطرة عشان تبقي بطلة إلا إيه ضروري ومش ضروري تبقي ممثلة جمدة عشان تبقي ممثلة ممثلة برأس المال بتقصدها؟ طبعا طبيعي طبعا بس باني وباني الجهة إزاي واحدة قطيحة تلقالها نفس فرصتها لياسمين قلت تبقى حمارة إزاي ما استغلتها أنا بقلتك بس هي المشكلة إنه هي منة يعني لو اشتغلت ع حالك يا ممثلة تشتغل ع حالك يا ممثلة نقصها إيه؟ مش عالفة الإحساس بالدور يعني في حاجات فلات بالتمثيل لا في تعبير في أحاسيس في حاجات المفروض لما بتمثلي يعني أنا بقولك أنا الأستاذ عالك كان هو اللي بمشيني في المشهد يعني إيه؟ أنا كنت ببصيره عشان أمثل في إحساس بيطلع أنا ما صدقتش نفسي إنه هي دي أنا واحدة تانية طب معلش تسمحي لإلك حاجات ممكن الناس تكون عم بتقولها أكيد 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 مين جي هنقمري علشان تدي رأيها بيا سمي؟ أنا حرة زي ما هما زي ما هما إنت أدوارك إيه؟ إنت عملت إيه؟ مش مهم فاهماني يعني أنا أنا بقولك وجهة النظر التانية أنا بتكلم على أنا حساء أنا مش مستنية حدي يقارن ولا حدي يقول لي أنت مين عشان تكلمي على مين أنا مش فارق معي أنا بتكلم إحساسي أنا كممثلة إنه لأ ياسمين صبري مش ممثلة شطرة لأ بغض النظر عن مين اللي بيد الرأي يعني مش مهم؟ أنا أنا إحساسي كممثلة أنا لأ هي مش مش هي مزة جامدة جدا وحد جامد جدا وحد تراندينج بتعرف تبقى تراندينج والناس تكلم عليها وشطرة واللي حواليها كمان الجروب السوشال ميديا بتاعها شاطرين جدا بس شيري الفلوس مش هتبقى كده